إقرار حكومي بحاجة العراق إلى خطوات كبيرة من أجل وخف مزيد من انهيار قيمة الدينار بحسب محافظة البنك المركزي علي العلاق الذي قال خلال مؤتمر بشأن عمل القطاع المصرفي في العراق المنعقد في أربيل بأن استقرار عملية أسعار الصرف تتطلب إجراء الكثير من التغييرات وإعادة ترتيب النظام التجاري في البلاد ونظام التحويل الخارجي معترفا بوجود عمليات مالية تتم خلف الكواليس وخارج المنظومة الإلكترونية العمليات الآن التي تشكل ضغط على السوق هي عمليات خارج منظومة القواعد وخارج منظومة الشرعية ولذلك نحن نعمل مع الحكومة في محاصرة هذه الظواهر وهذه الفئات التي تضغط على سعر الصرف النقدي خبراء اقتصاد حذروا من فقدان الدينار قيمتهم النقدية تدريجيا بسبب استمرار عملية التهريب الدولار وإجراءات البنك المركزي العرقي التي ساهمت في استمرار ارتفاع أسعار صرف العمنات الأجنبية لدى سوق الموازية والسغلال المضاربين لحالة الطلب المتزايد على الدولار الخبراء أكدوا أن منع الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي سيؤدي إلى انهيار القطع المصرفي بسبب اعتماده على تداول وتحويل الدولار مشيرين إلى أن هذه الإجراءات ستعمل على زيادة الفجوة بين المواطن والمصارف يأتي ذلك في وقت تشهد في سعر صرف الدينار تراجعا وعدم السقرار في السوق الموازية حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ 1590 دينارا فيما برر البنك المركزي العراقي خفاض الدينار أمام سعر صرف الدولار بزيادة الطلب عليه لأغراض الاستيراد مقابل قلة التحويلات المالية بسبب تعليمات الخزانة الأمريكية وفرضها العقوبات على عدد من المصارف العراقية التابعة لجهات حزوية عدم السقرار العملة العراقية أثر على السوق المحلية في البلاد وتسبب بموجة غلاء غير مسبوك شملت كل مفاصل الحياة وسط انتقادات لسياسة المالية لحكومة السوداني التي فشلت بمعالجة الأزمة والتخفيف من وطأتها على المواطنين